جدليات العقل البشري مع النفس الإنسانية دي حدوتة تانية خلونا الأول نجدد الترحيب أو نرحب جداً بضفنا العزيز الأستاذ أحمد سلطان الباحث المتخصص فيه شؤون الحركات المتطرفة منورنا البداية إن إحنا قربنا نختم لكن إحنا قاعدين مع بعض قاعدة تانية عشان نقوم واجب الضحية ضد الخرفان ماشي الكلام؟ أنا حاجزة هو نبدأ محمود عزت مين الراجل ده؟ محمود عزت هو الرقم الأهم تقريباً في معادلة جماعة الإخوان على مدار سنوات واحد من أبناء التنظيم القطبي أو التنظيم السري داخل الإخوان وهو الجناح المسلح وأحد كهنة معبد الإخوان انتمل الإخوان يعني في الخمسينات تقريباً في بدايات عمره وكان من المجموعة اللي ألقي القبض عليها في تنظيم 65 اللي كان عايز يعمل انقلاب على الرئيس عبد الناصر وفي داخل السجن توطدت علاقته بالإخوان أكثر وأكثر وأصبح مع مجموعة معينة منها محمد بديع يعني من قادة الإخوان الفاعلين فبمجرد ما خرجوا من السجون بعد الاتفاقات اللي تمت مع نظام الرئيس السادات جاء يعني قامت مجموعة النظام الخاص أو تنظيم الخاص داخل الإخوان بإعادة بناء الجماعة يعني في الواقع من بعث الروح في الجماعة من جديد وضخ الدماء في شرايينها الواهنة كانت مجموعة التنظيم الخاص ومجموعة التنظيم الخاص وعلى رأسها محمود عزة ترى أنها قيمة على التنظيم هي وصية عليه ولا ترى أن هذا التنظيم ينبغي أن يتحرك إلا برؤيتها وإرادتها فبالتالي كل ما حدث وكل الخطوات التي أخذتها جماعة الإخوان كان محمود عزة يا إما مسؤول أول يا إما أحد المسؤولين المباشرين مع مجموعة منها محمد بديع ومحمود غزلان وخيرة الشاطر عن هذه القرارات دول مجموعة التنظيم السري داخل الإخوان لأننا لما نتكلم على جماعة الإخوان نحن لا نتكلم على تنظيم واحد نتكلم على تنظيمين؟ التنظيم العام ده المعروف الودال اللي كان منه بعض جيل الحركة الطلبية في الإخوان وجيل العمل العام كما يسموا أنفسهم ومجموعة التنظيم الخاص ودول اللي ميالين لفكرة عسكرة التنظيم وأنه يكون صارم وفي ذهنهم أسطورة بيسموها فكرة النقاء الأيدولوجي والتنظيمي المتخيل لجماعة الإخوان فهذه المجموعة هي رأس الحقيقي لجماعة الإخوان حتى لو كان المرشد من خارجها هي تدير المسألة من الداخل وفي فترة السبعينات كان هناك مرشد سري هو المهندس حلم عبد المجيد لأنه كان هناك مرشد علني للتنظيم العام هو عمر التلميسان ومع أنه كان عمر التلميسان يعني وجهة كارزمية عنده كتير من الإخوان إلا أنه كان أمور التنظيم يدرها ويحركها مجموعة التنظيم الخاص ومنهم محمود عزت طيب بما أنه دائما للجماعة مرشد سري لماذا لا يظهر هذا المرشد السري ليعتلي منصب المرشد علنا عيانا بيانا في النهاية الجماعة طالما وصفت نفسها بأنها المحظورة مع أنه مقر المانيا كان عليه يفطأ هو ببساطة إحنا هناك ديناميكيات عديدة تحكم عمل جماعة الإخوان مسألة المرشد السري يعني مجموعة النظام الخاص هي مجموعة تملي العمل السري باعتبار النشأة التي نشأت فيها وباعتبار الخلفيات التنظيمية فهي دائما لا تحب أن تظهر للعلن هي تأتي بشخص يكون وجهة لكن مقاليد الأمور داخل التنظيم تكون في أيديه ففكرة أنه يتحول من مرشد سري لمرشد علني فيه خطورة عليه أولا لأنه يبقى مكشوف ثانيا هيتم ملاحقته بشكل دائم من قبل الأجهزة الأمنية والإخوان لا تريد ذلك يتلجأ إلى التعمية الجماعة تحترف العمل السري وحتى إن قالت أنها تعمل في المجال العام لكن فكرة العمل السري لها حيز في ذهنية الجماعة تتكلم على التنظيم الخاص ظل سنوات طويلة أكثر من عشر سنوات موجود في فترة الملك ولا أحد يعلم عنه شيء هذا التنظيم اخترق المؤسسة الدينية واخترق الأحزاب واخترق القوات المسلحة واخترق الشرطة واقترق كل الكينات التي كانت موجودة دون أن يكتشف وكان يعني يجيد العمل تحت سطار الهيئة العربية لدعم فلسطين وما إلى ذلك إلى أن اكتشف فجأة أن هناك تنظيم متفرع ويستعد ويرصد الأهداف للحظة ما يسميه بلحظة الحسن وطبعا إحنا شهدنا بعد 2013 محاولات لإعادة التنظيم الخاص للإخوان في صورة أو نمط الحركات الإخوانية المسلحة التي كانت يعني جزء من خطة سمية خطة الإنهاك والإرباك والحسب وها كانت خطة عسكرية تقوم على إسقاط الدولة والسيطرة عليها بالسلاحة هل من المعقول أن هذا التنظيم أو النظام الخاص اكتسب خبراته بشكل ذاتي ولا أنه كانت هناك جهات مساعدة أو معاونة من خارج البلاد بأي شكل من الأشكال إحنا خلينا يعني لا نغرق في الحديث عن التاريخ نتحدث عن الواقع والقريب يعني إحنا نتحدث عن التنظيمات الإخوانية التي نشأت بعد 2013 ويعني دائما الإخوان يعني تجيد اللعب على أوراق التاريخ وتقول أنها لم تنشئ كينات مسلحة في الواقع هذه الحركات نشأت بناء على موافقة رسمية من محمود عزت وهذه الموافقة بعد أن رفعتها اللجنة الإدارية العليا الأولى برئاسة محمد كمال وكانت تسمى بخطة أغسطس داخل الجماعة اللي هي خطة الإنهاك والإرباك والحسب نموذج عمل هذه الجماعات أو هذه المجموعات المسلحة يكشف أنها كانت تتلقى تدريب في الخارج وفي محاضر التحقيقات كثير من أعضاء هذه الجماعات أو هذه المجموعات التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بالإخوان قالوا أنهم تلقوا تدريبات في دول أسيوية وفي دول مماهضة لمصر شاملت تدريبات أمنية وتدريبات عسكرية وتدريبات على أعمال الاغتيال وتدريبات على حروب العصابات وبعض هؤلاء شاركوا في محاولة لاغتيال النائب العام المساعد في عام 2014 تقريبا وهذه المحاولة كان هدفها يعني اختيال النائب العام نفسه لكن نتيجة خطأ مجموعة الرصد قامت باستهداف النائب العام المساعد وظنت أنه النائب العام لأنها كانت تريد اختيال النائب العام مرة أخرى بعد المستشار هشان بركت حتى تكون رسالة رعب فمسألة التنظيمات بالفعل تلقت دعما لوجستيا ودعما فنيا من الخارج وكان هناك تدريب وكان هناك معسكرات تدريب خارج البلال وهو ما نشرته هذه المجموعات صراحة في العديد من الإصدارات المرئية التي يعني وثقت فيها لنفسها ولنا أيضا هذه العمليات الإرهابية التي كانت تقوم به ده مش مستغرب أنه قابلت في ليبيا مجموعة من القيادات العسكرية بتاع الداعش وقالوا صراحة أن تدريبهم كان فيه أكاديميات عسكرية مش هم مناطق نائية أكاديميات عسكرية في أوروبا لا داعي الآن لذكر اسم الأكاديمية ولا الدولة بس يعني فيه أمور كتير اتنشرت فيما بعد ذلك لكن هنا هرجع ومن الأقوى محمود عزة ولا الجماعة محمود عزة ولا الجماعة ببساطة محمود عزة هو رجل السر والرقم الصعب والقائد الفعلي ولا خيرت خيرت يعني من الجيل الأحدث مقارنة بمحمود عزة محمود عزة ومجموعته مجموعة الأمناء على التنظيم الخاص أو التنظيم السر للجماعة هم من استقطبوا خيرت الشاطر واستقطبوا العديد كموحي الدين الزايت وممدوح الحسيني وغيرهم رأوا فيهم أن هؤلاء يمثلون شباب محمود عزة وشباب المجموعة المرافقة له لأن هؤلاء كانوا يرون أن خيرت الشاطر وأمثاله هم الضمانة الحقيقية لاستمرار فكرة النقائل الأيدولوجي والتنظيمي داخل الإخوة فهم استقطبوا هذه المجموعة وعملوا على تصعدها تنظيميا ويعني أعطوها مفاتيح التنظيم حقيقة لكي تتحكم فيها وتدير الجماعة في حال غابت مجموعة محمود عزة أو غيره فهو مسألة من التواصل الجيلي هو ينقل أفكاره ويعيد استنساخ نفسه حتى يكون هناك محمود عزة ففي الواقع محمود عزة كان الرقم الصحب محمود عزة هو الجماعة في وصفك أو في تعبيرك بالتحديد هو الجماعة في مصر واللي هو الجماعة في التنظيم الدولي إذا نظرت للتنظيم الدولي والتنظيم الدولي الآن دوره تنسيقي التنظيم الدولي رأسه هو التنظيم المصري فمن يمسك بالتنظيم المصري يمسك بالتنظيم الدولي ويعني فيما بعد 2013 وفي المرحلة التي اختفى فيها محمود عزة كانت إدارة التنظيم الدولي تتم بالتشاور ما بين ثلاثة من كبار قيادات الإخوان أو أربعة هم محمود عزة وكان هناك قناة تواصل سرية مع محمود حسين في تركيا وكان هناك أيضا جمعة أمين عبد العزيز في لن وهذه المجموعة خرجت قبل أحداث 36 لأنه كانت الجماعة تتوقع أنه ربما يتم الإطاحة بها فتدار المسألة التنظيم الدولي بالتنصيق مع من تبقوا في الداخل من تركيا ولندن وهو ما حدث بعد 2013 فمن يمسك بمقاليد الأمور داخل التنظيم المصري يمسك بالتنظيم الدولي وهذا منصوص عليه في لائحة التنظيم الدولي لأن التنظيم الدولي له أيضا مكتب إرشاد ويسمي مكتب إرشاد العالمي ولو مجلس الشورى يسمي مجلس الشورى العالمي لكن غالبية أعضاء مكتب الإرشاد العالمي وغالبية أعضاء الشورى العالمي هم من التنظيم المصري أكثر من النصف تقريبا هم الأغلبية فالآن مؤسسات حتى التنظيم الدولي سواء ربطة الإخوان في الخارج أو القطاعات الدولية السابعة التي هي تابعة للتنظيم الدولي كلها موجود فيها قيادات مصرية وهؤلاء من أبناء محمود عزة أو رفاق محمود عزة يعني اتنين من أهم الأرقام الصعبة أيضا في جماعة الإخوان في الوقت حالي مصطفى طلبة هو صهر محمود عزة بالمناسبة وأيضا كان لدينا محمد عبدالوهاب وهو أيضا قريب من محمود عزة وهؤلاء يعني في النهاية هم رجال عزة المخلصين داخل التنظيم والروابط التي تجمعهم به تجعلهم مخلصين له تماما فبالتالي هو الرقم الأهم في التنظيم طيب أنا المفروض الحلقة خلصت تعالى نحضر تحضيرها صغيرة للحلقة اللي جاية ومن بجملتين من هو الرجل الأقوى؟ محمود عزة أم مؤسس بنك التقوى يوسف نادا من يقود الجماعة حتى لو قلتلي يوسف نادا رجل تخطى التسعين عارف بس لازال وعين وهبقى أحكي لك على جنب ليه لازال وعين من الأقوى؟ محمود عزة أم يوسف نادا اللي موّل الخميني زمان ومن صاحب القرار؟ يوسف نادا باعتباره المسيطر الفعلي والمؤسس الحقيقي للروافد المالية للجماعة والتحركات المالية بتاع التدفقات الأموال حتى تغيب وتتوه لتصل إلى المنافس غير الشرعية اللي بيعود وصنفوا فيها فلوس للجماعة وأحنا من أموال التبرعات بتاعت الناس الطيبين والغلابة اعتبر أنه ده التفكير المشترك اللي ما بيننا إلى أن يحين لنا بإذن الله في القريب لقاء آخر نتكلم فيه في نفس دات الموضوع أشكرك جدا على أنك نورتنا أشكرك على أنه فعلا قلتلي المرة دي كلام لم نعتاد سماعه وده شيء مهم جدا من الباحث اللي زي سياتك الباحثين الحلوين كده شكرا جدا صديقنا العزيز ضفنا الرائع الأستاذ أحمد سلطان الباحث المتخصص فيه شؤون الحركات المتطرفة ترجمة نانسي قنقر